تحكم بيا غضبي وهي تقول له أصدق الكلام كيتقال وقت الغضب قال تخربق هو اللي كيتقال وقت الغضب وهي تقول له شري اللي غنقول لك هو تصبح على خير أولد عمي وتحدرات عنده وقالت ووجد راسك الليلة عرسي أتير طلم من السائق يزيد في الصرحة باتجاه اللي سلبت راحت باله وسرقات له قلبه بداخله عاصفة الغضب كيفاش قدرات وكيقول كيفاش قدرات تلاعب بي وتخليني نبغيها وهي مرات راجل آخر هاد الفكرة بالدات خلاته يتسقط كيفاش هي ملك شخص آخر من غيره المسها وحد آخر من قبله كانت الغيرة غدا تقتلي ما قدرش يوصف شعوره وهو كيتخيل راجل آخر كيمتالكها حالة من الجنون انتابته خبط ايديه بالجهد مع المقعد بغضب وهو كيتصور انها سدات عليه التليفون النهار كامل وتجاهلاته باش تبقى مع راجلها شنو دوره في حياتها واش هو العشيق انتافض قلبه رافض كلمة معجب صححها صححها وقال لا انت عاشق مغروم ومهووس بها وصل في اللادي السيدة سمي وتفكر كيفاش هي ساكنة بسكند لبنات وخلات مدينتها هادي سنوات وفينا هو هادي الزوج واش كدبت عليه بخصوص ترك هالعروس الشمال تنجي لا ما يمكنش هو شاف الحانين لمدينتها في صوتها ونظرات هالبحر مفهمش داخ خاصه يتصل بها وتشرح ليه وهو مستعد تيق اي حاجة تقولها لي وهو خاصه يشوفها وجهان لوجه عيت عليها وجوبات غير حتى تشيرين رجليها في الدار حتى دارت بيهمها قالت ليها بان ليه باللي سهرتك سالات ضغية مم وجابك بهاء ماشي خطيبك العزيز شيرين قالت عيتوا ليه الخدمة وهي تقول غيطة مم مشكيلة كتخص الخدمة آه بالصح ولكن هاد المشكلة اسميتها لانا قالت شيرين ماما صافي ارى سالم رأي جهاز الامر هو اللي استدعى وانا شفت اسميته بعينيها ماللي عيت عليه وهي تقول غيطة آه انا اللي عيت عليه باش يقول ليه وحد معدومة خطوص لانا وكيبال ليه باللي كتهمه لدرجة تمشى عندها وخلاك بغا تشيرين تدبيه هي تقول لها لا لا بدي ابلا ما تقاطعيني وتزيدت عندي انا متأكدة باللي هو بوصل عندها دابا خلاك ومشك يجري عندها والبارح دوز نهاره كامل معها حتى انسى الموعد ديارك الحمقى واش هد شي ما فيقكش ووراك شنو غادي ترف مستقبالك معاه هدرت ماماها أكدت لي هدونونها تجاه أتيه ولكن هي بالطبع ما مهتماش لعبة تاني بيديها هي ما غاداش تخلي قلبها لعبة تاني بيديها إلا كان بالصح كيبغيها غادي يديها قدام كل شي نهار عرسها تمنى تكون كان بحال آتير اللي خلا كل شي موراه وجرى باتجاه حبه بدون اعتبار لأي مخلوق بتاسمات اتسامة عشق وهي كتتخيل نفس اللي أقدر لدارها أتير يديرها عصام نهار عرسها ويتخلى على مبادئها شافت ها غيطة وضربات إيديها مع الحارة وغيط الله يلعن هاد المشاعر وهاد الانتقام وفجأة جاه صوت موراها كان بهاء الدين قاعد هي كتعشق من قلبها قشويا الصوت هي كتعشق من قلبها بحال ماماها تماما غيطة دارت بغضب وقالت بهاء ايش كتدير هنا قال مكين ليش تستعملي هاد الطريقة غيطة أنا ماشي واحد من الخدم اللي عندك قالت انتا كتخدم الصالحك بهاء حرك سبابتو كيقول لها زعملة وهو يقول مجموعة شركات راجلك تعاقدات مع شركتي أنا اختاريت بقيراتي حمايتك وحماية شيري دكشي علاش مكين لاش هاد التعامل وهي تقول له غيطة آه فهمت دابا سيبهاء كيكفر على دون وبوب هاد الطريقة قال بهاء اش مندل غيطة انتي عارفة باللي كت كان حملت نشاعر تجاهك هادك الوقت ما ننكرش ولكن ما يمكنش لي ينخون مراتي وولادي بهذا الطريقة وهي تقول له غيطة علاش وافقتي ايضا وخدمتي معاه قال بهاء أنا ما دين ليه ببزار شحال من مرة انقد شركاتي من الإفلاس ونهار وقف على حارس شخصي ما ترددش حيت كيستاحق قالت غيطة ايضا كنت كنت هيئ هاد السنين كاملة كنتي بجنبيح لقبل ديني الزوجين ماشي على قبل قال بحزن واش عارفة باللي مراتي ماتت وهي تقول له كيفاش امتا قال قبل ما انتعاقد مع رجلك كان هذا وسبب آخر هو ما سبابي باش مبقيتش ضابط شرطة تايقيني ما كانش هدفي نعذبك بالتواجد قربك غير مجرد صدفة قالت بها صبح على خير انا عيانة وبغيت نعس وهو يقول ديري بالك على شيرين هي ما كتبغيش اتير حاولي تفاهمي معاها كتر وقنعيها ما تلجأش للانتقام كيف ما درتينتي اعطاته بظهرها وطلعت في الدروج بالزربة سديت عليها في غرفتها وهي كتحمل اسى وحزن كبير في طيات قلبها هو ما كانش مخطط يكون قريم منها هي اللي ظلمات نفسها حيث هو ما وعدها بواله هي عرضت عليه راسها بطريقة سهلة وهو ما فوتهاش قالت انتي اللي رضيتي بالزواج بلا حب وبقيتي كتعدبي فين ما كتشوفي رومانسيات نجوة وراجلهم والدين عصا كل همسة ولمسة بيناتهم خليتي لحقد ادخل قلبك ومني مات راجلها طلب منها راجلك تزوجها باش يحافظ على ممتلكاته وزدتي حقتي من اللي رفضات واحترمات موت زوجها انتي يا غيتا اللي لحتي راسك للزواج براجل استثماري وعند بالك كتحقي طموحك وانتقامه انتي اللي بقيتيك تتعلم عبهاء باحتقار وتسلط باش تردليه الحرقة وهو ما ليه احتدم كان كيعيش آلامه وعطارات في حياته بسباب موت مراته وانتي همك الوحيد هو الانتقام حطاته جهبين ايديها وصرخات بألم يا ربي ايش درت فرازه هاد السؤال اللي كتساءله البنت من بعد تجربة حب وحده فاشله ولكن السؤال والتحصر ديك ساعة كيكون بعد فوات الاوان وما كينفاش كان البكاء هو بطل هاد الليلة بدون منازع غيتا كتبكي وكتحصر على شبابها وكرامتها وحبها اللي توهماته هادي سينيه ولانا اللي كتبكي على ماضيها ظنات ان قلبها محالواش وصليش واحد من بعد عاده الحارس الشخصي دمراد دك سيد الاعمال انا رجعولش حال هادي حلات عينيها كطفلة بريئة على وجود احدها هو كان جارها عمارته قدام عمارتها بمدينة طمجة البالكون ديالها كيطلع لتشرجم دبيته بغاته فاشت حولات مشاعر طفلة المنبهرة بجماله وعضلاته لمشاعر مراهقة بدات كتراقبه وكتتابعه يوميا كتقلب على الاعضار باش تكون احداه لدرجة انها ذرعات النباتات في الشرفة غير باش تدير ثبه بالثقي وتبقى الوقت اطول كتأمري وهو ما انتابهش ليها حاولات بكل الطرق اللي قالها عقلها المراهق كتبحها وولات كتحط الماكياش وتلبس الباس ديالشابة ماشي مراهقة تعلمات كيفاش تكون انت وتجدهوليها وبالفعل انتابه ليها وكانت وقتها في الباكالوريا بدك يقرب ليها وحوار من هنا وحوار من هنا كان هو بالسنة الاخيرة في الكلية الحربية بدات قصة حبه كانت مقابلاتهم قليلة حيث ما كينش الوقت وهي كتدير الاعضار باش تخرج تشوف هو تخرج وهي خدت الباك دياله والتاحقات بكلية الاداب قسم الصحافة والإعلام ثم زادت حريتهم في الخروج وهل لو كيتلقاوا كتر كان حبها بريئ كتبينوا غير بنظاراتها وتصرفاتها لا غير وفعلا تكلل حبهم بخطوبة ومن بعد عقد قرار ديك ساعات خرجت كانت سعادتها لا توصف أخيرا مع الراج اللي كتبغي وتحقق حلمها الحلم اللي تحول الكابوس غطعم الخيان خيان الكل ما هو بريء ومقدس وطاهر من بعد ما رفضت كل اعتداراته وتبريراته واتطلقات منه حملات لقب المطلقة في هاد المجتمع القاسي وهي اللي معها رفحت مداق القبلة كداية خلات تنجورها وجات الكازا مدينة الضجيش ربما ضجيج هاد المدينة البيضاء يغطي على ضجيج روحها وحلفات على أنها تنجح وتوصل طموحاتها وحقات الكثير بالفعل وما زال كيتثنها بزار تعلمات تستخدم أسلحتها وما تبقاش ديك المتزميتها اللي مقلوبة عليها القفة نرجعو الحاضر خرجاتها من بحور ديكرياتها طرقات خفيفة على البد غرفتها جاهلاتها في البداية ولكن استمر هزان رأسها للساعة لقاتها الخمسة ونص دي الصباح حلات الباب وهي تقول شنو كاينة سلمة؟ أوف الخمسة ونص دي الصباح هادي قالت سلمة شوفي اختداك البوقوس اللي منوض حاله قدام الباب شغال مصطي وقيلة غتشوفو غيتا غتصدقي في المشاكل همطات له نبتة وبنومها أكيد لمصطي الوحيد اللي يقدر يقتاحا من الفيلة وفي هاد الوقت هو آتيه ولكن شنو عطلو احتل دهن؟ ياكما غيتا ما وصلتش المعلومة في الوقت المناسب وصلت كتلهت للحديقة الخلفية دي الفيلة وشاركاتها بالسكن غياكلوا أثير بعينيهم من الشراجة كان واقفه كيزفر بغضب واضح غير شافها ومشال عندها ضغياء شدها من كتافها وكيسولها بغضب علاش طافية تلفها؟ النهار كامل وأنا كان عيت بحال لحمهار وانتي ما كيناش هنا ادوي واش بغى تسطيني؟ تملصات من اديه وهي مقلقة من طريقة هضرته قالت واش تسطيتي؟ بغى تدير لي الفضيحة هنا؟ بغى يجهوبها ورد البال العينين اللي كيطلوا من الشراجة جرها وراه الواحد البلاسة بعيدة على الشراجة وقال علاش ما كتجاوبينيش على تصالات؟ قبل ما تجعريني وهي تقولي اش منتصالات؟ قال اش منتصالات؟ كتضحكي كان عيت ليك من لحظاش كون ما شفتكش دابة بعينية خارجة من هاد الباب كون قلت راكيبة يطف بلا صفره من البارح بلين وانا واقف قدام باب دارك علاش ما كتجاوبيش؟ الستة الصباح هاد لانا تفكرات البارح من ليه سالات الاتصال مع غيته نساته فوق الطابلة دي الماكلة برا قالت تليفون ديالي البارح اف للحظة بدات كتحاول تستوعب ان السئاتير بقامته وشهانته بقليلة كاملة برا دارها كيتسنها وهيد شي كيعني حاجة واحدة انها نجحات في الخطة اخر بقاتليه الموعدة ديالي جاكي يجري عندها ولكن للأسف في باله عدة ضنون خيبين عليها قالت ايش هاد الخضر اللي كتخرج من فمك؟ واش عارف راسك اش كتقول؟ باغي تدير لي الفضيحة وكذا الزعمة بيتها في بلاس اخرى اش كتقصد؟ شافيها بندرة مكي صار كأنه كيطلبها تجاوب على اسئلتو بالنفي وتقولوليها وقال انتي مزوجة لانا؟ اعطاتو بالطهر وضمات ايديها لصدرها فعلا غيتها وصلت المعلومة ضغية ولكن غفلات على كلمة واحدة كانت مزوجة وهي تقولولي وفاش كيهمك الامر؟ اتير ما بغاش يكيسها حيث مغصب ومحكم في راسه غير بزس قال جاوبيني لما تجعليني لانا اللي الكامل وانا كانت سنى جوابك دارت شافت فيه ورجعت عطاتو بالطهر وقالت كنت قال كيفاش؟ وهي تقولولو لانا انا اطلق تأثير وهو يقول علاش؟ هي كانت عارفة بلي لو اصلوه دوجوش كلمات غادي خستها تحاود لي كلشي بدات وخستها تكمل ولكن ما عندهاش القدرة قالت الاسباب ما كتعنيكش ضوونها عنده وقال انتي دابا ممزوجاش ياكي ممزوجاش حدرات راسه ودموع في عينيها وقالت ممزوجاش طلع وجهها وشاف عينيها اللي ولا ومضبين بالدموع قال هاد الشهلش خليتي طنجو وجيتي لهم حركات راسها بقاه وهو يقول بغيتي عودات عطاتو بظهرها وهو يقول هلاش طلقتو ايدا ما كانش كيبغيك ضحكاتو بعينيها الدموع قالت بغيتي الحقيقة ما عرفتش واش كان كيبغيني واش جاع الرجال حالها كان ما عرفتش كلمات الحب اللي كان كيقولها ليه لسنوات واش بالصح ولا باش يكمل الدور قال اتير اش من دور وهي تقوله دور كعاشق والهان وخطيب سعيد بمراتو الجديدة كيردد كلمات الشوخ والحب لها ولكن في الاخير كيبقاو غير كلمات اما الحقيقة شو ميز دونوي اللي ماشي ديالي ولقيتو من اللي جيت الاول مرة لدارو نرتبها انا وماما باش ندخل عروس جديدة اتير بقى مصدوم اللي كتقوله وشافت فيه لانا وقالت عرفتش شنو قال فاش صولته اتير مبغهاش تدوي مازال حيتعارف باللي جاي اكتر ايلاماني ضحكاتو قالت كان ديال مرة خوه خوه اللي كيدمر في ايطاليا باش يوفر حياة كريمة للعاهرة دمراتو مخليها هي وبنتها في رعاية خوه خطيبي خطيبي المحترم ندامش في الدور اكتر من اللازم وهو يقول اتير ولكن مفسرش ليك رباما ديالي قالت شنو اللي رباما وضلمتو فهمت غلط كان واضح هو كان واضح واعتارف باللي كان كيمارس معها كل ليلة كأنها زوجته شنو؟ ضلمتو اتير ادوي اتير قال باقى كتبغي تحكت باستهزاء وقالت مكنش كنظن باللي كتآمن بهاد المصطلحات الحب والإخلاص والوفاء هي مجرد كلمات دار ايدو فجيبو حاس بغضب ويأس شديدين كان على بالو باللي الإحساس اللي حسوا من اللي اسمع هاد الخبر هو الغضب ولكن من اللي وقف قدامها وشاف بكاءها المكتوم ودموحها بسباب ذكرياتها مع راجل آخر كي يحس باللي هو محطم شعور حارق ما عرفوش من قبل وما قادرش يستوعبه اللي عارف هو أنه في هذه اللحظة يقدر يتسبف جريمة قرد ويمحي هاد شبه الراجل من الدنيا وهو يقول وش نطرة من بعد؟ قالت طلبت الطلاق من بعد أيام قليلة من زواجي بس حد موحها وقالت صافي رضيتي فضولك عرفتي كل شي الإجابة كانت في المستوى باش تخليك تسنى الليل كامل قال أتير لانا شت عافك ما تبكيش ما كنحملش نشوف دموحك وهي تقوله وليت مغناطيس لكل رجل خائر قال شنو قد قارنيني بها ذاك قالت وشنو الفرق بينك وبينه وشنو الفرق بيني وبينه كل نخوانا أنا نجارفت معك أتير صير في حالك ما بقيتش قد عنقها وقال لا لانا أنا ما غاديش نخليه هو خانك انتي مرضو خان الأمانة وخانخوه وهاد شي ما كيعنيش بالليجاع الناس بحالي وما تحكميش على علاقتنا بهذا الطريقة قالت عافك أتير خليني بوحدي ودازت سيمانا على الاعتراف ضلانا سدات عليها في بيتها وبغادت التاح ما كتمشيش للخدمة وما كتجاوبش على اتصالات أتير خاصها شوية ديال الوقت مع رأسها حيث ماشي ساهلتش بد بحال هادوك الجروح كاملين دقة واحدة ولكن هي خطارت هادشي باش تجيب عندها أتير وتبقى سيدة قلبه الوحيدة كيف ما هو تربع على عرش قلبه وملكه غيته كانت كتصيفت لها رسائل تحذيرية باللي ما بقى والو للعرس غير أيام وباللي خاصها تكمل الخطة راه ما بقاش الوقت ظهور بفار ديال كانت كتوصلها كل نهار وأكيد هي من أتير اللي تعود ارسلهم ليها كل نهار مع بطاقة وسطهم كيتمأن على حالها هو تفهم وضحها وخد وحشها بالساف توحش ضحكتها وعينيها ودكاءها والحوارات المشاكسة اللي كيكونوا بيناتهم وهي كتفكر حتى كتسمع دقات خفاف على الباب حلات ولقات سلمة قالت صبح الخير سلمة وهي تقول لها سلمة مجنون كالانا كينلتحت قالت لانا شنو؟ وهي تقول لها سلمة داك البوقوس اللي جادة بشي سيمانا وبقاكي تسمنا فيك على برا اللي الكامل شوفي ديري المطلوب وشوفي كتجري عليه راكي شفتي مدام سومية أشدارت لنا آخر مرة بسباب هاد الموضوع هبطات لانا ومجات فين توصل الباب حتى لقاتوا واقف بكل أناقته وهاز باقت ورد الظهور البفار ديال وسرعان ما اكتشفات أنها نفس الورود اللي مبغاش يقطعهم ديك المرة أعطاها الباقة ودورها لجهة الدروش وقال طلعي مغان تناقشوش هنا بد لي حويشك كنت سنك في الطموبيل قالت لانا ولكن قاطحها أتير وقال اربع ساعة اللي عندك ما تخلينيش ندخل عليك لبيتك راني في أقصى حالات جنومي يلا سيري تحركت لانا الضغية وبدلات حويجها كانت كتشعل بالفضول والإطارة والسعادة سعادة كبيرة غمراتها من اللي شافت هبطت ضغية للطموبيل يلا هركبت أحداه وهو يقول عايت عليهم في المجلة وطلبي منهم عقلة اليوم وبلا ما تسوري غات بقى معايا اليوم كامل قالت لا متى تسطيتي وهو يقول لا نا بلا ما تجعرين قالت اوكي بشرط غتقول لي بالسر اللي مخبيه قال اوكي شدات التليفون وعيطات المجلة وقالت ليهم باللي مغاداش تجي أما هو فكان كيتأمل فيها قو غاديين وشوية ووقفات التموبيل قال اتير وصلنا طلت من الشرجم ولقات رأسها قدام تيارة وقالت فين احنا قال اتير في المطار وهي تقول اتير تيارة ومطار بلاتي اش كتقول شدها من ايدها وحكمها مزيان وهبط في اتجاه الطيارة وهي تقول اتير فين غادي راني مهازاش الباسبور هير اسمعني ما اعطاهاش فرصة احتلقات رأسها جالسة في المكان المخصص بالقيادة اعطاهاش تعليمات ونفداتهم وقلس هو في المكان المخصص للبيلوت قالت اتير اش كتدير بتاسمه وقال يا جلتي لي يا باغا تمشي لطنجة وين اللي نسوق بك وصلوا لشاطئ طنجة الازرق كذرقة السماء لانا كتلعب بالماء وكتدور وتستنشق رياح مسقط رأسها كأنها طفلة واتير غاياكلها بعينيه دارت عنده لانا وقالت اتير شكرا بالزعب انا فرحانة كنت في غاية الشوق للضحر قال ليها اتير هاد شي اللي بغيت غير تكوني فرحانة علاش بعتتي عليها هاد اليام كاملة سبع ايام دازت كأنها سبع سمين قالت كنت محتاجة نبقى بوحدي وهو يقول اتير واش قاطعات ولانا وضحكات وقالت لا دابا نوبتي في الاسئلة واصلا انا باقى مسمحت ليكش حيب تفليتي عليها قال انا اش درت وهي تقول شابك معاها بالايدي وهو ما كيتمشاوجن بالبحر قال اتير المهم نفط شرقي وسقت بيك بنفسي وهي تقول ما غتقولش ليه السبب علاش ما كتسوقش طموبير قال اتير ايجي نجلسو ما غتزوريش والديك وهي تقول واش عند بالك بيلي منلي قلت ليك راه ما كنجيش للطنجة يعني راه ما كنشوفش والدية راه كيجيوا كل اسبوعين يشوفوني كيشوف فيها وحاس بالشوق والحب والرغبة والسعادة قالت اتير ما تبقاش تشوفي ايهاك عافاك اضحك وقال انا غير كنحاول نخمن امره بحالك فاش كتفكر وهي تقول اوكي انتليش بتيه كنفكر فعلاش ما كتسوقش الطموبير تعصبو قال صافيا لانا ميكي قالت اعلاش انا عاوتليك كلشي في الماضي ديالي انا عاوتليك كلشي على الماضي ديالي وما كنظنش بلي كينا شي حاجة اكتر من الخيانة باش ما تعودهاش قال اتير دست بي مكتر واش عمرك جربتي تكوني في قفص التيهام قالت اتير هادا هو الوقت باش تعودية الحقيقة اللي مع الدباك ومخبيها وهو يقول عافكي متجبديش الجروح اللي انداملاتش حال هادي قالت كون كانت بصاح انداملات ما كانتش غتخليك مع الدب حال هاكا وتخلي عندك عقدة ديال سياقة الطموبير اتير قال مغداش تراجعي احتد عرفي اياكي قالت انا ما بقاش نسبب ليك الالم ولكن هاد السر يلبقى ولكن هاد السر يلبقى بداخلك غيعدك كيمنعك من الحياة وكيحرمك من متعتها سديتي على راسك في الخدمة وفي سلسلة ديال العلاقات واحتى بنزواجك ما عنده دخل لا بالمتعة ولا بالحب علش ما تعطيش لراسك راحة البوح اتير عينيه الاول مرة عمرين بالدموع قال البراءة ما كنستحقهاش كيفاش القتال يستحق البراءة لانا قالت شنو؟ اتير شنو كنتقول؟ قال اتير اه هادي هي الحقيقة اللي ما عارفها حتش يواحد على اتير اليقطون بغيتي التفاصيل؟ قالت لا كان ممكن حت راسه في حجرها وتكمش ببؤس وهي كدوث يديها على شعره الحريري وقال كان اسميته مراد انا رجعوش حال هاتي مراد اليقطون كان هو الابن البكر ديال العميد بهاء اليقطون كان محبوب من طرف العائلة كاملة حيث تولد من بعد 4 سنين تلعق فرحوا بيه بالزاف خصوصا مادام نورا اللي فرحات بالزاف لحقاش كانت كتظن انها عمرها ما غدا تولد ودازت عامين وجا المولود الثاني اتير فضل قصة تعايشوا الاخوة وسط العائلة بحبه بسعادة وكانوا مثال العائلة المثالي احتوصل مراد العشرين سنة لعمر الشباب كان بغي ولي عميد بحاله بحالباه كل شي كان كيش هد بجماله وشاهنده اما اتير فكان في عمر 18 سنة كانوا مفاهمين احتى للنهار اللي سيبها الشرى سيارة من نوع فورد فاهضة الثمن المراد اتير حسب الغيرة والحقد من جهة خوه اولا شاد معه الضد وحل حساب خوه ديال فيسبوك وجبدله الصداع مع محبوك ديك اللي لفاش مراد عرف ناضي الصداع وتبادلوا السب قدامهم مراد حيت كان عصبي درب اتير واتير سنوبة غضب قال لي دي ما كيفضلك علي وكيعطيك اي حاجة زويده الطوموبيل احتمن الطوموبيل اخداوها ليك جديدة وانت اللي غادي تورد كل شي انا اللي غا نورد كل شي وانت غا نقتلك مدام نورة حضرت لكل شي وحاولت تهدئة النفوس وطلبت من مراد يهدن خوه الصغير وبالفعل امشا فيقو في الصباح بكري وطلب منه اسمحه حيت ضربه مراد قال صافي صالح معشيري وهو يقول له اتير اضحك اتير وقال له اه قال مراد يلا نودة سيدي الفورد واللات ديالك اتير عنقو قال اسمح لي يا اخوها ركع زيد علي ما قصدش دك شي اللي قلت البارح غير الغضب وهو يقول مراد عادي دابا يلا هندربو دويرا بيها اتير ضحك وقال انا اللي غادي نسوك هو يقول مراد اوكي وفعلا تولى اتير القيادة ومراد حداهم دو زو وقت زوين وفجأة في لحظة كل شي تبدل ملي دازو من المنحدر واتير فقد سيطر على التومبيل ملي حل اتير عينيه القى راسو في العناية المركزة تعرض لصدمة وفقد قدره على الكلان وما توقفش الامر هنا مدام نورتا همات ولدها الصغير بالقتل لحقاش كانت حاضرة للتهديد دياله اما بها فمرد بزاف دوكليان كان حقاب مدام نورا قاسي واصماته بانه قاتل واتخلات عليه ورماته بوحده في سبيطار كان مدمر بالكامل شعور بالدنك وكانت يتمنى كون مخرجوش دك النهار ادخل المركز اعادة التأيين لحقاش كان مريض نفسيا وتأزم وملي خرج مو كل نهار كتذكره باللي هو قاتل اقتلخوه بايش هو اللي يتولى الشركات ديالباه وبهاء من اللي عرف باللي هادشي كامل على قبل الورد لاح لي هراق ممتلاكاته كلها ودازتش ايامات ودازتش ايامات واسمع باللي مقلبات راسها بالطموبيل كان حاسب راسه وحيد ومحطم وشعور الدنم ما كيف هارقوش نرجعو الحاضر لا انا بدت كتبكي وحتى هو وهو يقول شيت ما كنستاهلش هاد الدموع كاملين قالت كيفاش كتقول هكا انت ما مسؤول على احتى حاجة من دكشي لترى كان حادث مأساة ولكن ما جي خطأ ديالك ماماك لقات في القاء اللوم عليك وسيلة للتنفيس على حزنها وغطابها هي ما قصداتش دكشي اللي كانت كتقول انسان ما دي عافاك عنقاته عناقة قوية وهي اول مرة كتشوف اتير ضعيف اللي كيبكي من بعد من الدو هو في حضنها حس بالراحة وهو يقول يلا هنتحركوا البلاسة زوينا ما خاصناش نشوهوها بالاحزان والدموع قالت كيفاش قدرتي تجاهل قه هادشي قال لانني ببساطة اختاري تكمل حياتي قالت ولكن راه ولاد عندك عقدات من السياقة قال اتير ما عنديش قوى خارقة فاكيد هاد الصدمات اطروع لحياتي لا انا فكرات بش تعود ليه على الخطة وخافت لتجرحه وهي تقول اتير انا بغيت نقول لك باللي قال بالليش قاطع كلماتها صنات للهاتف اللي غير شافه اتير وتعصم كانت شيري قالت لانا ما تجاوبش عافاك اليوم ادي انا تبغين ارقص حفيان فوق الرمل معاك غمض عينيه بابتسامة وحتى الفون وقال يلا هنوت ابدو كيرقصوه يدكو انفاسو الساخنة اقتربات من عنقاو هو كيبغيها وعندو رغبة مجنونة ليها وهو يقول لانا ايش درتي فيه كان بغيك وكان موت عليك كوني ليه ما نقدرش نعيش بلا بيك حط راسو على راسها وقعي تزوجي بيا لانا قالت ولكن انت خاطب وبقي غير ايام قليلة على زواجك قال غنشرح لشيرين كل شي عافك يا نارا ما تبعديش عليها ما بقيتش قادر انا ما كنبغيهاش غير صفقة عمال وصافي عنقاتو لانا وقالت انا كنبغيكا اتير دوذوا الليلة ورجعوا في حالهم الغد ليه وفي المكتب دغيتا قالت لانا ما نقدرش نكمل في الخطة مدام غيتا قالت غيتا كيفاش ايش كالسك تقولي بقيت معاه الليل كامل اعلم الله اش كنتو كديرو ودابة تقولي لي ما بقيت لا خطة لوالو لانا قالت بلادوك الإحاءات مضر بيني وبين اتير والي سووا لي الجاسوس ديالك اتير رجل مزيان ما تخافيش على بنتك معاه قالت غيتا هو ما كيبغيهاش وهي تقول لانا ولكن ما غيقاديهاش قالت غيتا اهان ومن اللي تجاهلها من اللي كنتي معاه ما قادههاش ديك ستاعة قالت ولكن هي ما كانتش عارفة واش معايا قالت غيتا لا كانت عارفة قالت لانا شنو عارفة كنتي كتقولي لي هالتفاصيل كلها عارفة اتير كيكون معايا وعارفة باللعبة علش درتي هاركا غيتا جراتها من دراحة وقالت قلت ليك دخلي سوق راسك انا عارفة شغالي مع بنتي هي تدخل شيريا قالت خليها ماما دارت عند لانا وقالت بنتي لي استغربتي ما بغانيش نتأكد من اخلاص زوجي المستقبلي غوتات فيها لانا وقالت غيتاكدي منه بحبك الصادق وطريقة تعبيرك عليه وتفهميه ماشي تحطيه في هاد الاختبار ضحكات شيرين وقالت مع راجل بحال اتير لانا تعصبات وقالت اه بحال اتير تحطيه الحب والحنان اللي مفتاقده تحسي بيه وتفهمي اهاته تحميه من الجنون ماشي تحطيه في طريقه الاغراءات شيرين قالت كتبغيه رجعت خطوات للورو قالت انتي مكتستحقيهش شحال كنت غبية كنت باغنخليه ليك ونختافي من حياته ولكن دابا غنخليليه حرية الاختيار غنعود ليه الحقيقة ونخليه اختار شيرين قالت قاعد حقيقة حتى الجزء اللي انا عارفه فيه كل شي لانا حلات الباب بالمكتب بابتسامه وقالت اش بالليك وخرجات شيرين بدت تكتبكي وقالت ماما واش غتقولها له غيته قالت ليها اكيد الله هي كتبغيه ما عندهاش الجرأة باش تجرحه مباشرة هزا تكتفها ويدكوه وايلا قالتها لي ومن بعد شيرين قالت لا يا عرب خاس العرسي الدار ولا غتضمر قاع مخططاتي قالت لي هغيطا بنتي انساي عليك هاد الانتقام ما تدريش بحالي اعتادر منك عصامة بنتي هو كي بغيك ما تقصحيش راسك غت ندمي غت ندمي يا شيرين قالت شيرين كرامتي خاسها ترجع الزواج غيكمل ووخه عرفت باللي اتير كي بغيها وهي تقول غيطا ما كينش كيفاش فيقي غيعرف الحقيقة وغيبعد عليك رجعي العصامة شيرين ما تغلطيش خرجت شيرين بسرعة باتجاه شركة اتير دخلت المكتب ديالو وناظم الكرسي قال شيرين جيتي في الوقت المناسب يلا كنت باغي نعيط عليك باغي ندوي معاك في واحد الموضوع مهم قالت احتى انا خاصك تعرف باللي قاطحها وقال خليني ندويه شيرين انتي هارفة باللي زواجنا غير على مصلحة الشركتين انا ما كنبغيكش وكنظن حتنتي انا لقيت البنت اللي كتبغيني بالصح وهي اللي غنكمل معاها حياتي سمحي لي ولكن ما نقدرش نكمل حياتي بلا حق بلا لانا كان اعتادر بزاف شيرين كتفكر باللي مخاش يتلغى العرز ديالها وهي تقول ايواس معا سيدي وعودت لي كل شي على الخطة ديال لانا مع ماماها ودارت راسها يلا عرفات الحقيقة قالت لي صافي عرفتي هاد لانا ديالك لحقيقتها قال اتير لا ما يمكنش ما يمكنش هيك تبغيني قالت لي لا كل شي كدو غير خطة هادي دارتها ماما بسباب كرحها ليك انا ما طيقتينيش ثمولها وفي المكتب ضلعنا وصل الليل وبقت في المكتب بوحدها بقت النهار كامل وهيك ترتب افكارها كيفاش تبدو وتقنع تحل الباب وتخل زلزال كان اتير عينيه حمرين وعروق وبارزين قالت كنت جاية عندك شدها من شعرها وقال بالصح كان كل شي كدوغ كل شي خطة اللي بيني وبينك لعبة قالت كنت باغا انخبرك اتير والله غير فهمني قال ششت ما تزيد احتك كلمة اللي بغيته عرفته طلعتي كدابة وكتعرفي تلعبي بالاوراق مثيان علاش هلانا خليتيني نسيت الماضي ديالي وتبدلت على قبلك علاش رجعتيني اثير لقدين علاش خليتيني نبغيك كل شي كدوغ كلام ديالك ونظراتك كلهم كدوغ احتمل اللقاء الاول اللي كنت كان حساب لي بلي صدفة طلع كدوغ باغا تخليني نتعدب ما كفاكش عدابي قلت واخيرا جات لي تعودني على الناس اللي خسرت في حياتي نانا بدت كتبكي وقالت لا اتير سرفقها اتير وقال سكتي ما بغيت نسمع والو من عندك الدابة بحالك ومش اخرج ما خلهاش تفسر ليه دازو اليام ووصل نهار العرس ديال اتير اليقطوني وشيرين قادم العرس اللي كان مرتقب من طرف الصحافة كل شي كيدوي على فستان العروس وعلى المكان ديال الزفات اللي هو الباخرة الضخمة ديال اتير الباخرة اللي كان فيها معلانا اتير ساد عليه في المكتب ديالي وحاد تصاور لانا فوق البيرو والتصاور اللي من نهار اكتشف الحقيقة واتاعد عليها طلب منهم يتبعوها ويصوروها اي حركة كتوصلوا في صورة كيقول في خاطره علاش اللانا حزينة بحال هاكا واش خطأت في قراءة الحب في عينيك الحزن مرسوم على ملامحك بوضوح اللامعة اختفت من عينيك الفديتين والابتسام اللي كانت ما كتفارقش شفايفك المواردين في نمشات ودقنك دقنك اللي كان مرفوع دائما بكبريات علاش كيبان من هازم ومكسور واش خطأت في تقدير حبك ولا كنت مجرد درجة في سلم طموحاتك هار فراسي شرحتك ولكن انتي دبحتيني علاش حرمتيني منك من بعد ما لقيتك علاش خليتيني كيف ما خلاني مراده ماما ادرب ايديهم على البيرو وباني علاش اللانا تفكر قراره باللي قال ليهم يخليوها هي اللي تشرف على فعاليات ازواجه ما فهم شواش بغي يعدبها ولا شو هو عارف انها كتبغيه كيف ما كيعشقها الامر باين من تصورها وملامحة اللي تبديه ولا حافظها وحافظ تقلباتها وإماءاتها البسيطة كيعرف حالها عارف باللي هي حياته وما يقدرش يعيش بلا بيها هي اللي هو اللي كيت نفسه ولكن واش غيقدر يسامح حول الله وعند عيثام اللي قال اسم عمه وبنته نادا وجداته راوية على مائدة الفطور وهو شارد الدهن قالت راوية نجوة خودي نادا تلعف الأرجوحة وغمزاتها باغا ندوي مع عيثام مشات نجوة ونادى صغورة هو يقول عيثام شنو كاينة جدا؟ قالت انتاليا شنو؟ غادي تخلي بنت عمك تزوج من هادا كأتير ضربت طابلة وقال هي باغا تزوج منه ايش ندير انا؟ جراته من ودنه بشوية وقالت البنت كتعشقك هادي سنين رانانان اللي ربيتها انا كنت ساكتها غير احتراما لمراتك ليلة وبنتكو ولكن دابا؟ اللا مغاداش نسكت وانا كنشوف فحفايتي كيتعدم وكيضيعو حياتهم سير عندها وعاود لها على باش كتحس تحرك قال كيفاش بغيتينين صارحة بمشاعري وهي لابسة خاتم دراج الاخر قالت اه لحمك هي دايرها اكاك باش تتحرك وتنوض تشد بايدها واصلا دا كأتير كيبغي مراخراب شيرين قالتها لي نوضا قد بنت عمك من الخراب راك جرحتيها بثاف رفخ باري كل شي وهي محتاجة المغامرة صغيرة على قبلها ما عمرك تبخل عليها بمشاعرك ولدي عصام كيشوف جداته بحصرة وعند لانا اللي تقاهرات هادليا ما كانتش متخيلة ان بعده غايكون بهاد القسوة هادي وكملها مخليها هي المشرفة على التغطية الصحافي يد العرس معروضة العرس حبيبها تشوفه في دراع مراخرة اللي ما كتبغيهش واللي غادي واللي ملكها وغا تفيق على وجهه كل أصباح ما قدرتش تحمل قصوة هاد المشهد كله قلسات في بيتها وقالت إلا بغاو يجروا عليها من الخدمة يجرين وهي كتفكر حتى كتسمع فسلمة كتضق على البال قالت ليها لانا تكلمي اختلشي واحد لتحت كي يسول عليك لانا فرحات وقالت شكون وهي تقول سلمة ما نعرف عمري ما شفته هبطات وهي كتساءل شكون غادي كون حلات الباب حتى كتصدم بيته موبيلتها الصغورة اللي كتحماق عليها واللي فكرتها في الحادثة اللي جمعتها بأتير وقالت في خاطرها اه ها اتير كنت اعرفش حال توحشتك قال ليها لانا اعني سالانا قالت هي هاتي وهو يقول الاطلاحات فتو موبيلتك كاملات وإلت راشي عطل فيها هالعنوان دلميكانيكي وكل شي مخلص من عند سي اتير قالت شكرا طلعات وهيك تفكر شكون انت يا الهانا واش انت اللي تقلسي وتصدي عليك في بيتك وتحسري علي حبك اللي غا يضيع لا انا غدا نتسوق ونتقاد ونلبس ونمشي نحضر العرسو واللي بغيت ريتا ماشي انا اللي نسمح في حقي وفي حبي كنت خايفة على المشاعف تشيرين ساعة صدقات ما كتبغيهش ما غاداش نخليه يغلط ناضي الضغيال الدوش دوشات ولبسات وهبطات كتجري ركبات فتو موبيلتها اللي توحشاتها وقالت في خاطرها انا غدا نورديك السياتير داير العرس في الباخرة اللي كان فيها موعدنا اللول واخا اعتار فات بينه وبنفسها باللي قبولها العرض غيطة كان غلط فادح ولكن حبها ليه ما كانش غلط وهذا امر خارج على سيطرتها هي كتبغي اتير وصافي غدا تمشي وتخليه يشوفها ويتفكر كل لحظة دوذات معها هي عرفة كيبغيها ومتقلم كتر منها وصلت للميناء اللي كترسو عليه الباخرة دخلت وراثها مرفوع وبكل اتقام وشافت في حاضيها ودارت ابتسامة كانت حداه شيرين عنيقة وراقية شافتها وتصدمعت وتمنات كون كانت بقوتها هزات لانا حاجبها كأنها كتتحداها شافت اتير جاي جيهتها ومشيت الجيهت المدعوين بالزرفة وتخالطات معاهم تعمدات انها تبقى وسط الناس باش ما يقدرش يقرب لها كانت كتشوف نظراته اللي عامرين بالغضب منها ومن نفسه وبالشوق والحنين ابتسمت ابتسامة احتكت سمع اعلاش عندي حدث قوي ان هاد الابتسامة الجميلة وراها راجل دارت وكان شاب بغاية الاناقة قالت سمح لي شكون انت قال ليها عيسام عيسام كادم ولد عام شيري وانتي الانيسة لانا سمحي لي يا مادام لانا قالت اهان وصلوا ليك لاخبار صحيحة قال كتعجبني هاد الاغنية ترقصي معايا شافت في اتير غادي الترتق وقالت اكيد جرها الوسط الباخرة وبدك يراقصها بطريقة متيرة لفتاد انتباه جميع المدعومين سالات الموسيقى وتوقفه على الرقص وهو يقول عيسام ومن بعد هاد الراقصة ايش من سبيطار نمشي ليه قالت كيف هاش وهو يقول اتير كيدير فيياش يشوفات ديال القتيلة كنشتح مع المرأة اللي كيبغي قالت وانت هنه على قبل شيرين وهو يقول تماما توترات وقالت اسمح لي يا غدا نمشي للحمام كان اتير حاضيها بعينيه وكيدس انه غير الفرصة في انتبقى بوحدها وينقضى عليها حيح على الرجال اللي يكلفهم بمراقبتها علاش ما خبروه شو باللي هي جايلة جات وشعلات نيران غيرته بشكل غير مسبوق دخلت لنا الحمام حتى كتتفاجئ بشيرين كتبكي قالت لانا شيرين ما سأل نور مبروك ما درتي جاوباتها شيرين اش كتديري هنا قالت لانا وهي كتقاد فاكرها اش كندير مالكي عمية هادا عرص انا اللي خاسني نسولك مال العروصة ديالنا مخبقية في طوالات وهي تقول شيرين بغيتي تعرفي ما استحملت شنا داراتو ليك كتقصد حيثا لانا قالت وماللي عارفة حاضيني وما فارقنيش علاش ما زالة بغا تكملي العرص وهي كتقصد اتير شيرين بدا تكتبكي وقالت انتي ما فاهمة وعلي وهي تقول لها لانا في اخبارك ضليت ملوم فراسي حيث دخلت لهادا اللعبة المسخة معمك ولكن الحاجة الوحيدة اللي ماندمتش عليها هي حب اتير شيرين قالت علاش ما قلتيش ليها لتوروتهم حكم في الخطة وهي تقول لانا بغيتي تعرفي بايش ماللي يرجع لعندي يجيبو الحب الحب صافي ماشي بسباب صدمتو فيك شيرين قالت علاش انتي هنا لانا قربت لانا من وجهها وقالت بايش نرجع اتير وهي تقول لها شيرين اوكي حد سعيد لانا استغربت من برودها وقالت شكرا خرجت لانا وخلت شيرين احتجراتها ايد قوية بعنف شيرين كانت فاقة في الطوالات قد قد حالتها احتدخل عليها عصام وصد البامورا قالت سعي صام قادم في الطوالات العيالات وفي الباخرة اتير الي قدوم هاي هاي تبدلت يا ولد عمي قال ضروري من تستطيع بايش ندوقو طعم الحياة وهي تقول له شيرين واش انت عصام بالصح ضحك وقال غيرتي مالله نحي تشطحات معايا رجعت اللون مرضاتش تبيل ليه وهو يقول شيرين احييدي هاد الخاتم ديالوي باش نقدر نقول لي كنبغيك استدمع الفرحة الجمعو عندها وقالت كتبغيني قال ليها واش بالليك ارا انا طلبت منك الزواج ماشي مره ماشي جوج وهي تقول له شيرين ولكن ما قلتش ليه باللي كتبغيني قال كاينين شي حويش كيتفهمه ما كيتقالوش كنت مزوجة شيرين وما بغيتش نزيد نحدبك معايا وماللي طلقت لقيتك تخطبتي طلبتك للزواج ورفضتي وقصحتي راسك شيرين قالت واش باش تحميني تهيني تحركيت بالزربة جهة الباب وشدها من دراحة وقالت طلقني يا عيساو انا غدا نزوج باتير على الاقل هو قبل بهاد المسخة طلق مني صد لها فمها وقال سكت غادة تسكتي وغتسمعيني وديك القيت اللي جرات هال المستودع غير تشعل الضو لقات اعتير قدامها قالت ايش حساب ليك راسك كدير قيل سكيتأمل فيها وقال ايش هاد اللفس اللي جاية بيه قدام الرجال قد تفكري ولا لا ايش قلتي لشيرين ادوي قالت حديث نساء وصافي وهو يقول اعليش جايح تلدابا قالت عافك ما تقاطعنيش حيت اللي بغيت نقوله ليك صحيح اولا انا عارفة راسي غلط بما فيه الكفاية وتوردت في خطة غيطة كان هدفين تبت بالانتازير نساء كان تجري ورا كل بنت ولكن من اللي تعرفت عليك خصوصا بحديقتك اللي في البناية تعديت امر الخطة نسيت امر الخطة انا بغيتك انا بغيتك اتي خاصتك تعرف باللي بغيتك من قلبي وباقا قال لعبة جديدة هاد وهي تقول عاد راك على سوق ذا النكبية ولكن ما كين حتى لعبة وإن رجعت للدود غاتل قابل لي انا ما قمت بحتى شي بادير اتجاهك او لحه ولتنغويك العكس كل شي بدا من نكدة ولكن الليلة جيت على قبلي وقبلي جيت باش ندافع على حبي ما بغاش نقادي شهرين ولكن ما تحاسبنيش على شي حاجة ما كلملك هاش قلبي بغاك وما كانش عندي الاختيار اتير تنهت تنهيضة طويلة واخيرا قالتها كانت اكتر شجاعة مني هاد المرة منيني اعتادرات على خطأها وصار حاتو بحبها ايش بغاكتر ولكن شيرين شيرين اللي مسكينة ولابستو بها الابيض وكدس النزواج هيكمل واش ممكن يغدرها بهاد الطريق قليلة عرصها واش غا يكون حقير واناني احتل هاد الدرجة قال كان بغير كان هاشقل انا مسامحة ولكن شيرين شيرين ما نقدرش نقدرها بهذا الطريق ونخليها واقفة كتسنف عريصها بتوبها الابيض ما نقدرش نكون اناني وحقيرة لانا قال لها تزوجي بيا لانا تزوجي بيا قالت غنكون مرتك السرية مرتك التانية وهو يقول ماشي بالضرورة نزوج انا وياك دابا نجيب العدول هاد الغرفة لانا وتكوني مرتي اللولة ما نقدرش نغدرها كان بغيك ولكن ماشي اناني ما نقدرش نقاديها لانا قالت الدموع في عينيها عمري ضنيت بالليش واحد يغريني ونكون مرتانية في حياته هاد الحقيلت قلبي كيقول لي يا قبلي ولكن الحمد لله باقي عقلك يفكر اللا اتير ما نقدرش ما نقدرش نشاركك مع غيري نفضل نبقى بعيدة ونتعدب ولا نتعدب في قربك انا غير جيت نوضح ليك الامور ونقول ليك شحالك نبغيك وهو يقول اتير اللا الاناو ما تحطينيش في هاد الموقف حطات ايديها على فمه باش تسكته وارتفعت لقامته وحيدات ايديها وقبلاته قبلة مليئة بالشوق كأنها دليل على حبها وقصة عشقها همسات لي فودنه بشوية وقالت اسمح لي وعطاته بالطهر وخرجات من الباخر حيدات حداءها وركبات في طموبيلتها هز ايدي كيتحسس قبلتها كيفاش محبسهاش وضمها ليه بقوة كيفاش مخلهاش تخالط مع طلوعه بكل بساطة خلاها تضيع من بين ايديها هادي نهايتك اتير هادي نهاية العشق غتسمح في الانسان اللي ما تقدرش تعيش لحظة بلا بيها وارجع للمكان اللي فيه العرس لاحظ غياب شيرين لي واقي لك يجهزوها باش تولي عروسه واش هو مستاعد يبقى مع شيرين حياته كاملة اكيد لانا غدت رفضه الى جعندها مور عرسه يعني غيضيحها الابد وفجأة دا الشاريط ذكرياته معاها لحظات المشاكثة تساماتها وضحكاتها العفوية في الحديقة والبحر كانت كالملاك عينيها ورموشها شعرها اللي كي ياخدوا الريح هي اول حب اول عشق اول وحدة غدت تعرف على حياته وتفاصيله واش غيحرم راسه من هاد الشي كانت ما يمكنش لا ما يمكنش اكيد شيرين غدت تفهم اصلا هو قرف عينيها باللي ما كتبغيهش واحتفت عمولاتها ولكن اكيد دا بغدت تكون غادرات وغدت تكون قربات تصل دارها وعند لانا اللي كتسوق سيارتها ودمو حشلها فارقاته للأبد وخلاته موراها حب حياتها ضيعات وغدت تحرم مني ابقات كتتحصر الطريق كانت خاوية وغير بوحدها اللي كتسوق خاصها التعود على هاد الوحدة من بعد غياب اتير غادة وكتفكر وكتقول اتير اللي وراك باللي الحب الحقيقي هو اللي كيجي على غفله وما كنكونوش مجدين ليه ولا عارفين انه غيجي اصلا هو اللي وراك باللي اللي اتبعتي طريق الطموح وكيف احتي باش توصلي وتنجحي في حياتك تم في هاديك الطريق غادت تلاقي بحبك الحقيقي ألهم ما غتلقايش وانتي مربع ايديك وقال سكت بكي علمك تكوني أقوى كتر منت قوية وهي كتفكر احتكت تزدحم عشي حاجة قالت اه يا راسي كسيدة هي اللي بقات ليا زهري مكوز هبطات حفيانة والدموع مخلطي اللي هف عينيها وطالع ليها الدم مشيت نيشا اللي بلاست الضربة وقالت اوف يالله صيب هاليا قتير احتكت اسمع باي اللي يتو موبيلتك الدربة الدربة خائبة هاد الخطأ ديالي وانا مستعد نخلص الأضرار وخبال ليه ما غتكلفكش بالزعف وضحك دارت لانا والصدمة والدموع في عينيها ارجع على قبلها وهو اللي سايق انسى خوفه من السياقة باش يتبعها قالت هاد شي اللي عندك ما تقول فين هي سمحي ليه اعتير شدها من ايديها وقبله مبزوج وقال كتستحق كتار منها ولو بمقدوري نجيب العالم كامل عندك ولكن عندي غير قلبي إلي قبلتي بيه لاحت عليه عن قاتل ممتيقاش راسها وكتقول جيتي جيتي والله لا جيتي حطات راسها على صدرو كتسمع دقاته العنيفة حسات براسها كأنها في حل حل مزوين مبغاتش تفيق مني اعتير داف من راسو وسط شعرها وقال كان بغيك وهبط على ركابيه وقال ودعبة تقابلي تكوني مراتي مراتي الوحيدة على سنة الله ورسوله نتابه لرجليها الحفيانين كأول لقاء وقال رجلي نزويني ضحكات وقالت وصافي ره ما كنقدرش نسوق بالكعب العالي جال أتير ما غترحميني شو تقولي ايه ركابية ضروني أراني شرفت جالت ايه 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 عن نقهة أتير وقال كان بغيك وهي تقولي كان موت عليك قاطعهم صوت التليفون هو يقول أتير قالوا شيرين سمحي لي قاطعاته شيرين وقالت اسمح لي ما عرفت كيفاش غدا نواجهك انا هربت من الباخرة مع عيصام سمح لي انا ما كنبغيكش عيصام حب حياتي وما نقدرش نفرط فيه أتير ما تضيعش لانا هي كتبغيك بالصح اضحك أتير وقال كنت باغي نكون نفس الهضر سمحي لي انا هربت من الباخرة لعند لانا هي حب حياتي قبل راسها وقال ما نقدرش نفرقها اتير قطع الاتصال وقال انا اسعد رجل في العالم هزها وقدك يدور بيها وقال شوفي عندك يومين باش تولي مرادي او لا انا را غير مسؤول على دكشي لغايترا قالت له لانا ما كرهتش نتزوج ودابا انا كتر منك وهو يقول لا انتي غدا تكوني عروسا ولابسا الابيض قدام الناس كهملين اما هاد الحمر لي غير اعلى سالة وقبلة طويلة كتحبر على عشقهم البعدياتهم العشق اللي تدوج بزواج فخم وبليلة ولا في الاحلام وعايش اتي رولانا وحتى عصام ومحبوبته الصغورة شيري عاشوا في هانا وفي سعادة كبيرة وهنا كملات قصته كنتمنى تكون عشباتكم واستمتعتوا بيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر